من عمان سلام لبيروت كانت مدارة حلقة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنة بالحداد رئيس المركز الأردني لبحث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك جرى فيها استضافة كل من معالي الدكتور ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق والمونسونيور غازي الخوري كاهن الرعية المارونية في عمان حيث تناول الضيفان ما حل بلبنان من مأساة كبيرة ناتجة عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة عشرات الضحايا وألاف المصابين والمشردين فضلا عن أضرار فادحة لحقت بمختلف القطاعات كما حيث ضيفان وقوف الأردني قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الأشقاء المنكوبين إضافة إلى تناولهم العديد من الموضوعات الهامة وأبرزها الوئام والعيش المشترك بين أبناء الشعب الأردني الواحد بداية أنا أقول كل التعازي وأحر التعازي لأشقاءنا في لبنان صغيرهم وكبيرهم لكل الذين عانوا من هذه المأساة الجلل التي حدثت في لبنان وأنا زي ما حكى معزبنا الأب أن لبنان طول عمرها زي طائر الفنيق ستصحو إن شاء الله وستعض على الجرح وتبني وتعمر وتعود لألقها الذي نحن في الأردن تربينا على ثقافة لبنان وعلى فكر لبنان وعلى حرية لبنان كنا نقرأ جرائدهم كنا نسمع إذاعاتهم كنا ننا كعرب نذهب إلى لبنان سواء كنا مطاردين سياسيين كما كنا كانت تفتح أبوابها لكل المشرق العربي وكانت هي الدرة ونتمنى أن تعود كما كانت أولا إن شاء الله يعني العلاقة اللي حكي عنها ويعني حتى القومية العربية ما قرأناها على أيدي قسطنطين نزريق يعني وإحنا أولاد صغار بالمدرسة علمون العروبة والقومية جبل لبنان المسيح الذي حافظ على اللغة العربية الذي حافظ تراث اللغة العربية المفكرين الذي حمل الذي حمل اللغة العربية والذي جبل لبنان الذي أرسل إلى مصر تقلى وما تقلى اللبن وجريدة الأهرام قبل مئة سنة هؤلاء الناس هؤلاء الذين قادون إلى العروبة قادون إلى التحرر قادون إلى الوطنية علمونا الفكر الثقافي ومثل ما قالوا أن مصر تكتب والعراق تقرأ لكن الأساس لبنان تطبع وهي التي توزع هي ملتقى الأحرار العرب ولذلك نحن نقول بأن المئة عام بالنسبة للأردن هي صنوان مع بلد زي لبنان بالفكر بالاستسامح في الاستيعاب الآخرين لبنان طول عمرها مستوعب الأمة العربية طول عمرها ونحن كنا لما نذهب إلى لبنان نأخذ مساحة من الحرية لبنان نحن جميعا بحاجته لبنان يحتاج لبنان ونحن نحتاج لبنان في هذا ماذا تقول في موقف كهذا وجلالة الملك يرسل مستشفى ميدانيا متقدما على جناح السرعة بدي أنا أقول أنه ما تفاجأت لأنه إذا منستعرض العلاقة بين لبنان الكبير والمملكة الأردنية الهاشمية ما منستغرب لها التصرف هدا هدا تصرف نابع عن التاريخ نابع من التربية نابع من الأصالة دايما العائلة اللي فيها تربية أصيلة اللي فيها تاريخ العائلة المنفتحة ما منستغرب تصرفها اللي متجسد بجلالة الملك عبد الله العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وبالأخص البطريارقية المارونية علاقة تاريخية استراتيجية وجدانية لأنه اتنايناتهم كانوا عايشين الاستقلال الداخلي في بواطنهم في داخلهم وهالاستقلال والحرية بداخلهم بتخليهم يوصلوا أنه ما يتركوا بعضهم فيني قول يعني هايكي بين هلالين يعني كالزواج الماروني يعني بدي قول أنه العائلة الهاشمية اللي كانت حكم الحجاز وبعدين اجت على الأردن هي عائلة فيها انسانية فيها ثقافة فيها انفتاح والبطريارقية المارونية اللي هي موجودة بقلب جبل لبنان اللي كان عنده الحكم الزاتي وكان بيطمح أنه يعطي للإنسان يعطي الثقافة الأبناء الجبل اللبناني كانوا يفتشوا على مصر يفتشوا على لبنان وحيثوا هناك فصحة من الحرية منشان كان هايكي قواية بالصحافة كانوا قواية بالفكر وبالكتابة اتنايناتهم قادوا التحرر العربي الجيش العربي حتى يتخلصوا مش شيء اسمه انسان تركي أو عثماني لحتى اللي يتخلصوا من العبودية وياخدوا حريتهم التقوا تنايناتهم بهالمجال الطلب للحرية منشان هيكي أسسوا الفكر العربي أسسوا الحرية العربية منذ أن قادوا مع بعضهم حملة التحرر اشتركوا في القناة